مصدقاء السلام عليكم كنت قمت بتقديمي واحد اليوم قديمي المهم كانوا عندي فلي فابوري و كنت نقول قبل لا نقوم بشي فيديو ولا نقوم بشي لايف نقوم بشي فيديو ولا نقوم بشي فيديو ساعة من اللي كانت تخشف شي الغايف كان ثاني هائيين ذلك الحواج اللي كانت خاصة نتكلم عليهم و هذا ما قلت اشخن ندير في بلاس اللي قادرين كلنا بنفكر ندير شي فيديو ندير شي فيديو ولكنتان ندير شي فيديو عشد موضوع ديريكت ندخل فيه بلا ما نقوم نزيد حواجه اخرى ولهذا دروك قلتران نبين لكم غار واحد الموضوع لكيف الدزائر وهو قضية الصرف قضية الصرف نورك على الأول ها هو دي بولوار لتك كنتر المارشة موضوع همشي التاني ها هو هادا هاد الموضوع هاد الموضوع ديال الصرف الصرف كي يتصرفوا على ورا والناس ما كنتمشيش للبانكات ولهذا سكم تعرفوا هالقضية في البدية في البدية ديال السنة من اللي يطبون يالله نجح فانجح نجح ديك اللعبة ديال نجح كان من اللي يطبون يطبونه قضية تنجح من اللي أنه من لديه رئيس هم من اللي داروه رئيس وهذا قال له هم هذا النظام الدزائري ستعرفوا هالقضية أي حاجة يريدها يريد اخرين يريد الاحتوال في إذا لم يرد نريد واحد سيقولون أنه سوف ندد بحال هذه الأشياء ولكن كثير منها ستعرفون لماذا سوف نقول لكم في المغاربة لديهم حق في 4000 أورو 4000 أورو يمكن أن يخرجون بها يمكن أن يكون لديهم مخشية في الكارتة بونكير ويمكن أن يخرجون في المغاربة للمغاربة لأنه لا يوجد كارتة بونكير انترناسونال لديهم حساب من حقه يطلبها كارتة بونكير انترناسونال المهم ومغير 4000 أورو لديهم حق فيها لتخرجها معك تضيف معك فلاك كارتة لديهم معك المهم من الأحسن تضيف معك لتصرف اللي يريدونه لديك الحق تخرج حل ما تريدون لديك الحق تخرج مثلا 5000 درام هل هذه 5000 درام؟ لا، إذا كانت بونكة أجنابية من غير ديالك لديك الحق تخرج 2000 درام هذه 2000 درام لديك الحق عاودتها ولا تربع الاف عاودتك ساعة كيمكنك تعاودتها احتل قيمة عشرات لمليون اي مراتشي ما شادشي الله انه ما كتشعرفوا و لكن في البنكة قالوا هاليا حيث قالوا لي المهم موقعوا نعاودش لكم قسة حياتي المهم ولهذا الجزائريين قال لك دابا هما بغاوا يقصحوا مع صحاب الصرف مع صحاب الدوفيز اللي كيصرفوا الدوفيز وهذا تشير كل كتوب كل كتوب أولا أختي نقول لكم هالقضية حنا في المغرب حنا في المغرب وسمحوا ليغا نطول معكم شوية الهضرة حنا في المغرب كيف قلت لكم عندنا أربعالاف أورو زائد ألف أورو ديال الشريين لك كارت عندك الحق باش تشري على بره مغير ديك ربعالاف أورو ديالك عندك ألف ألف أورو كيمكن لك تشريها يسلعى من بره بل بل لك شي لوزي سيال بل لك شي كاسك بل لك شي أبراي فوتو بل لك شي شي حاجة إلكترونيك على بره كيمكن لك تجيبها تأمورتيها من عند عالي بابا أو من عند نام بوغتو فهمتي من فرنسا أو من الصين أو من نجليز أو من أمريكان أو كيمكن لك تشريها ديك على دور العام ألف أورو وعلى دور العام عندك ربعالاف أورو كيمكن لك تخسرها على بره تديها معاك وتخسرها معاك على بره وعلى دور العام 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 في المغرب وعلى دور العام قالوا لك قد 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 من المنطن الجديد في ٨٠٠ أرباط. المنطن الجديد في ٤٠٠ أرباط. zyliيجي ليز نحتاج بعض المنطن جديد. ما الذي تقول له جهازازعير؟ بالنسبة لتعلمها بالنسبة للدعاء. حيثنا لدينا عدنا دي لوجيسيال للبنك المغرب كتاب من واضحك ما هو السرطة و ماهو كل شيء لا يمكنك تسييضهم ما يمكنك تحمل الدولة المغربية لا يمكنك تحمل المخزن أو البنك المغرب سوف نعرف ما هو السرطة و ما هو السرطة هذا الشيء يجب عليك فرصك مثل الكارت شوبينج هذا الكارت شوبينج كانت عندي الكارت شوبينج قبل أن تخرج الكارت انترنسونال كانت عندي الكارت شوبينج هذا الكارت شوبينج كانت تشريبها وهذا كل المونتو الذي يبقى فيها لم أخسرتوش في 31 ديسمبر يرجعوه الحساب ديالي في كونت كورون ديالي يرجعوه وعود شارجي لكارت شوبينج كورونيج كانت تسمى أشوبينج وهذا الشيء يتعرفون بللي حتى شيء ما تضيع وما تأكل لك وما تنجد لك كل شيء محسوب هذا الشيء لم يكن هذا الشيء لم يكن يدعون هذا السيستام لكارت شوبينج حتى يدعون ومعطلون 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 لماذا؟ أول شيء هو الريزو الريزو انترنت لديهم 100 لا تزيد ومعطلون والإيجاب ومعطلون الريزو انترنت ومعطلون 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 وما كانت ونظرت والإيجاب تغير لذلك لا يدخل الابنك الجزائري لا يدخل في السير كبير سوف يخرج على الخارج لذلك لا يمكن أن يراقبه هذه الأولى في الحاجات لماذا هذا الشيء لا يعمل ليس назвت ليسaded مرة tabacco ولماذا يساهم الأضجار هكذا لذلك لم أحصل للطاقة لذلك الرئيس 3 ولم يريد لطاعتك الحكومة ستتحارب المارشة بارلل راماك دوب لماذا؟ أريد أن نفهمكم لماذا؟ الجزائر نهار الأول من اللي جاتبون في شهر واحد قال للجزائريين هذه كلادوتاتيون توريستيك حيث المغربة قلت لكم عندهم لدوتاتيون توريستيك دارب علاف أورو زايد ألف أورو هما قال لهم سنطلع لكم لدوتاتيون توريستيك خمسة ألف أورو عندما يريد أن تقدم على المغربة يريد أن يفوت المغربة ويفوت تونسا قال لهم سنطلع لكم لدوتاتيون توريستيك هذه قانون كان قانون باقي ما تطبق قانون بشي يصوتوا عليه وصوتوا عليه ماشي ما صوتوش صوتوا عليه ودروق قانون تكميلي داروه في هذا الأسبوع اللي يمضى هذك القانون تكميلي كيلغي كيلغي ديك خمسة ألف أورو وداروه في بلاستها ألف أورو ما بقاش الزازائريين ما بقاش عندهم حق حق يديوا معاهم كتار من ألف أورو فهمتين واختكم تعرفوا علاش علاش الجزائري النظام الجزائري حيد للجزائريين خمسة ألف أورو وعطاهم غا ألف أورو وهذه الدولة كانت تقول هي عندها عندها ما عفتش حال كدوه خمسين مليار في الأبناك الأجنابية في رأس العام في نهار أخر السنة 2019 كانت تقول عندها ستين مليار نين وستين مليار نتذكر نحن قاعد نقول وش حق خسروا منها عشرة وابقات تنين وخمسين مليار يالله الدولة اللي كتقول هي عندها مثال تنين وخمسين مليار في الأبناك الأجنابية وما تسمحش للشعب ديالها يخرج مرفوع الراس وده معه الفلوس باش ممشي 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 وش عباطل لتزائريين يمشي يسعى وتم إلا ما يداش معه الفلوس من بلاده وخصيدوا معه أولا أول خذوا المثال تزائريين كمشول طوانس كمشول طرق كمشول طيارة في المغرب يسافروا ولهذا وخصوم الدمعة ومفلوس أنا سأقول لكم لماذا لماذا نظام الجزائري مناع الجزائريين خمسة ألف أورو أعطاهم غير ألف أورو ويطار هذه الألف أورو باقي ما تصوتو ما تصوتوش عليها هذا قالوا سنضروا قانون تكميلي ديال الفين وعشرين باش الزازائريين يأخذوا غير أورو وأنا أعطيكم علاش الزازائر ما بقاتش ما بقاتش قدق تصبح الزازائريين يخرجوا خمسة ألف أورو رهما شي غير في هذه قضية هذه وده بغا نعود لكم قضية أخرى ديال لانبورتاسيون لي هذك موضوع آخر هذك موضوع آخر ده بحنا نكملوا في هذا الموضوع ديال ديال الصرف هما كيقولوا بغاو يحاربوا المارشي المارشي نوار ديال الصرف كذوب ما منهو الوال ما كان انا فأفهمكم علش كتعرفوا انتم ما كلكم راكدوا شحملوا وبقراتو كل سنة ما يناهز جوج مليون ونص ززائري كتبش لتونس دابع أنا قللت ما قلت ثلاثة ونص ولا ثلاثة المليون قلت غار جوج ونص جوج ونص ديال مليون ديال الجزائريين كل سنة كيمشو لتونس ما ندكروش على اللي كيمشو لتركيا وما كان ندكروش على اللي كيشو للمغرب واللي كيمشو لالخارج برأسة أخرى واش عرفتو واش عرفتو الجوج ديال مليون ونص اللي كات مشو لتونس إلى جو يخرجوا معهم كلهم خمسة ألاف أورو هي الجزائري الجزائري محد القانون كيسمح له يدي معها خمسة ألاف أورو غادي يخرج من البنكة خمسة ألاف أورو غادي يبيع الفين أورو واللي يبيع تلت ألاف أورو يدي معها غار ألاف أول ألاف أتونس هاو صدق بايع في مارشينوار هو بايع في مارشينوار أربعلاف أو تلتلاف أو ألفين أورو ويشيط ليه هو إلا شيط ليه ألف أورو باش يدوز ديك خمسة سليون في التونس لا يجعل البركة يدخل بحاله وكما نحقه هادي يمشي يمكن ليه يخرج خمسة ألاف أورو يتاف خمعة شيء واحد اللي عنده فلوس يقولي هاك زيادة وخرج معك خمسة ألاف أورو دوفيز سيخرج هذا الفيز ويعطيه يبيع عليه الباقي والباقي يأخذه هو هادي اللي أولى في الحاجات هاولا المارشينوار كتر ولكن حسكم تعرفوا بالنظام الجزائري ما كيحارمش هادي القادية هادي ديال الجزائري اللي غادي خرج مع خمسة ألاف أورو لا ويقلب فيها البيع لا لا ويدي مع غار ألف أورو ويمشي للتونس ويقول لهم صافي أنا خسرت خمسة ألاف أورو ديالي في تونس ويستنت العمش جاي عاودي يطلب خمسة ألاف أورو أخرى لا ممكن حاربوش وما تلقى هادي الظاهرة هادي مشي هادي ضربت الحساب ضربت الحساب جوج دلمليون أونس جوج دلمليون أونس دلزائري نذو غادي الزائري اللي كيمشوا لتونس بحسبش الأخرين كينا جوج دلمليون أونس كتمشي كل سنة لتونس ضربها في خمسة ألاف أورو وش عرفتوش حال أنا ضربت جوج دلمليون أونس همتي ما حسبتش دوك النس اللي كيمشوا لتوركيا ما حسبتش الناس اللي كي جوا للمغرب ولكل اللزائري اللي كيمشوا يشوفوا حبابهم في فرنسا ما حسبتش أنا دوك حسبت غادي دوك النس اللي كيمشوا لتونس جوج دلمليون أونس ضربها في خمسة ألاف أورو هي 12 مليار ونصف دي الأورو ماذا هي الضيار؟ شاهدتها شاهدتها ستخرج سانويا 12 مليار أورو من هذا الصندوق ستخرج سانويا مع الناس الذين يمشون التونس يمشون التركيا يمشون سلعة ويمشون يمشون ويقومون ويقومون الخمسة ألاف أورو الذي يعطيهم القانون ويقومون المغرب هنا ويقومون 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 أنه يمشون وليس مزود ويقومون ويقومون يقومون ويقومون ويقومون هل تعرضوا ويعطيهم ويعطيهم وفيون الوحيد الذي لديه 50 مليار دولار سيكون 50 مليار دولار بالنسبة للمغرب لا يكسبها المغرب لديه نص دولار لدينا قيمة 24 مليار دولار في الوحيد من الوحيد من المغرب الآن قيمة 6 أو 7 مليار دولار في الامور تنظر كل شيء لا يوجد تعمل المغرب في الامور المهم يجب أن ينهز قل من سبعة شهور ديال ست شهور ديال ست شهور ديال استيارة ديال جيب السلاع من الخارج الزازائر هذه خمسة مليار ديالها راح قل من خمسة شهور قل حيث ما كيجيبوا كتر من نحنا كيجيبوا من خارج كتر مننا كيستهلكوا بزاف حيث ما كينجوش ولهذا احنا المغربة كيسمح لنا أن نخرجوا 4000 أورو وإذا كان لديك 1000 أورو يمكنك تقدي بها من هنا ولكن هذا 4000 أورو لكي يخرجون المغربة لكي يصافروا قالوا كل الجزائر حيث قل من المغربة كيتصافروا ها 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 نحنا انا دعونيكم لأننا المغرب بمعنى كيف يمنشوا كيف تحصل اللعبي لأن المغرب يستخدم في الدوفيز فى 12 مليون سائح وفي حالة الكثير من المستخدم التي يدعها من المستخدم و من من غالبها من الخارج ينبضون علينا الجنب و لكن هناك أول سائح من المغالبكان ينبضون علينا جنب ينبضونه ينبضونه في البنكة و هناك هذا المغالب السيارات هذه 24 مليار اللي محتوطة عندنا احنا يا ديما كتجدد ولو كتخرج ناخده منها كتجدد الدزائر ما عندهاش مش جددها هذيك 50 مليار ديلها حيث تكون تفهموا هذو كفلوس الغاز والنفط يلا كيكفي والاستهلاك يلا ما كيشيطوش حنا اللي كان شيطو ديما كان جددوا ديك 24 مليار حنا الحن دولة كان نصرفه وكناكله وكل شي وذيك 14 مليار ديما كتجدد هما هذيك 50 مليار اللي كانت عندهم راك كانت بقريبة 100 مليار كانت 194 مليار هذي في 2014 وما شي كتدوب 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 حبتي؟ دا بيلمشوا سمحوا الدزائرين يخرجوا 5000 أورو واسع في غدوا بدغياء غديتتقادا كل شي غديبغي كل شيء الذي يريد أن يريد أن نسافر و يذهب إلى تونس و يطبع و يرجع بحاله و يدخل بحاله هذه 5 ألف أورو و يقلب فيها البيع و يصرفها و تعرفوا أن الصرف في البنكة يربحون في الناس الناس الذين يجلبون دوفيز من بره يفضلون حيث يفضلون البنكة الصرف فيها طائح و الزنقة الصرف فيها طالع إذا أخذت ألف أورو من البنكة ستربح فيه كثيرا ستربح فيه تقريبا من النص على بره و إذا أقربتي في البيع حيث البنكة ستبيع لك محتمى ناقص ماذا ستحسبون لك؟ سترى ما ترى النكور السعر دينار أورو في البنكة و في مارشينوار و ترى الأفرق اللي يجبين قريبا من النص ولهذا الزازائريين النظام الزازائري خايف ديك البحبوحة دي 50 مليار تدوب حيث ما هم مكاد جددش مكاد الفلوس ديه النفط والغاز يا الله كيكفيوا بهم يكلوا هم ولا و باش نأكد لكم باللي الجزائر مجيفة ماديين مجيفة ماديين مجيفة هذا دروح القانون الجديد ديال الامورتاسيوك و كتعرفوه واحد اللي عندو الريجيس كوميرس ما كيقولش أنا قادي ديال الريجيس كوميرس إلا و لا باش نجحتهم عندو مجيفة الريجيس كوميرس و غير الامورتاسيو ما شاء ما تقول قليلا دك شيء كالي مكاد ما كالي مكاد و لكن دك شيء أكثر غير الامورتاسيوك لديك الناس معروفين غير الامورتاسيوك مثلا نأخذوا واحد سيد كيدخل القطنية 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 من الخارج نأخذ الحمص نأخذ الفول نأخذ اللوبيا كرما نأخذ الإبوكاسي نأخذ نأخذ القطنية كلها يدخلها من الخارج هذا أخذت مثلا يمكن أن يكون حواج أخرين نأخذ لا يمكن أن تكون كينكايري يمكن أن يكون نأخذ أنا أخذت مثلا الذين يدخلوا منه كثيرا يأخذوا من الخارج كثيرا للحمص والقطنية يأخذوا كثيرا و هذا القانون الجديد لا يسمع من الريجيس يأخذ العدد لأخذ لأخذ إذا أردت يأخذ 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 الحمص يأخذ يأخذ العدس يأخذ أخذ يأخذ ماذا يأخذ يأخذ الجلبانة كيف يطلون بصارة الجلبانة بصارة أما بالفول أو جلبانة في الزائر ما سأخذ لا يأخذ بصارة فهو يدعون الفول, محددون يدعون الشيخ لديه أنت أصدفه ويأتي في الدزائر ويأتي في هذا الفول فهو أمار راقت شخصي سيسمع هذه الكلمات سيأتون بعض ما يصدون فهنا مهم اذا قلت لكم دابة في الدزائر اللي بغا يدخل شي حاجة غا يدخل حاجة ريزيس كوميرس ما عطاكش الحق إذا شي واحد فيكم أنتم ملكات سنتولية إذا فيكم شي واحد عمر دال انكستوتيشون دوسوسيتي ريزيس كوميرس فيه الامبورتاشون جميع قعمية هم ديك المهنة ديالك حتى من غير المهنة ديالك يمكنك الدخل لحواج أخرين دخل نموسية دخل عود دخل هذه حدرتين ريزيس كوميرس نهار لو قيتها دك شي في ريزيس كوميرس من لي منحقق الدخل كل شي دك شي ما بقاش واقف في الدزائر صافي عندك ريزيس كوميرس ديال دخل مصامر غادت فقط دخل دخل مصامر ولا كان كايري ودك شي ممنوع لك الدخل دخل بيزاقرات والدخل مصامر والدخل اسباغة لا غادت دخلها بيزاقرات صافي قانون يسمع لك دخلها بيزاقرات ولا سيدي شركة أخرى حتى تتخلص على ضرائب أخرين وفهمتي دخل مصامر وزير شركة أخرى ولا تدخل سباغة يا عسيدو سويت رابحال شي اللي عطتتكم المثال ديال ديال ملقطنية ملقطنية صافي ما بقاش يدخل جاميع القطنيات غيد دخل غر قطنية واحدة ووحد أخصي إذا بغيد خل حاجة أخرى غصي دخل حاجة أخرى لماذا هذا شي؟ ما بقاش بغوا الفلوس تخرج ما بقاش قال لك هما هما العطيدار اللي دارو يا 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 قوت لي قوت قال لا داب كل رجيس انا نعطيه دير دير جعل دير دع يدخل ميت سلعة مالذي لماذا يكس الله وبرك ما ونحن ندخل ونحن ندخلها مع أبناء الأجنبية هذه القضية هذا كل شيء يمر من الأول من قضية الخمسة ألاف أورو ونحن نحن 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 تشيرها جديدة أو أسبوع لكم هذا القانون جديد في قانون جديدة أننا بمقي الحظية لم يحدث حول الشيء نحن instinct يلقي وكل كود يعطونه للرئيسة كوميرس هذا ما يحدث اليوم ليس الناس رفلسات أو هذا بلادي من اللي كيتلف كي يقولك بلادي من اللي يتلف يشد الارض عندها معاني هذا الشد الارض معاني مثل ما قلت ستبت صافي تتدير عقلك وعد او شي وعد اخر عندها معاني اخرى هو اللي تلف يشري الارض ما تفكره الارض لا تخسر فيها نحن نحن نفعوهم المعانيه الأخرى يشري الارض هذا الناس ما بغاش مجييفين هذك الالجو طلقوا الجام هذك خمسين مليار هذك غييت الدوب ما تفعل القانون قانون الموض وضافئ من الدولة قسموه على النص الصرف الثانوي على المشاريع الدولة قسموه على النص 50% لماذا قسموه على النص كانت تخذ 14 مليار ونعطيها بعض المليار ونقب 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 هذا كل شيء لنفهمكم الزائر مجيفة ماليا ماديا ولهذا وليت تخرج القوانين كيف توقف نزيف الموراجي النزيف ديال الدوفيز بشي بقاليها في بلادها وكما دبانتم ما ركم عرفتو غفت شهر رمضان بان العربون بلاد رهيانتم ما شوفوا دبا ما كانش النهار اللي ما كانت سمعوش كثير من مئة وتسعين وواحد شدها المرض ديما فوق ثمانية للناس كتموت في الجزائر ثمانية سعود عشرة اليوم مئة وربعة وتسعين اليوم ماتوا ثمانية البارح ماتوا عشرة والولو البارح عشرة ديما ما كان غير تقريبا سعود للناس كتموت ومي فوق مئة وتسعين وواحد اللي قطيح مريضة علاش حت حتى الدراهم باش يشريو دوك اللي تس دي دي بيستاج بحال دار المغرب بحال جدارو جامع الدول إفريقية ما قدرووش ما عندهمش قلوبانج مافوالي ونارات نمتي نادو دبرو على شوية كلوروكين من الهندو اللي معصمين وبارك الخدامين بيه واسيتو هاتش اللي كان ويطلب يطلب عمر ما يطح ما يتسلط عليه هذك المرض ولا وحتى مننا عباد الله ليماسك 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 بغا طلبوا مئة مليون ماسك مئة مليون ماسك للصين الصين قلت لي لا بغاية ماسك حدا بقى جزائلين بقى يديروا كريدي بحال ديمق يأخذوا سلعة ويعطوا ذلك بحال كدير وليلادو شونج حتى دوجو حتى شهرين تلت شهر عادي يحقوا الفلوس الفلوس بقى الصين قلت لي لا أنا بغيتو تخلصوها كاش وماشي وقت الكريدي دا بقى هده قبلنا الرمضان هده أيام الكورونا رأى كان اللي عندوو شي ماسك يبيعو بثلاثة در رأى النوبة الثمان ديالو همتي وهي جزائل قلت لي بغيتو تشري مئة مليون ماسك بطريقة القديمة بطريقة القديمة لا عندك شي فلوس بسم الله رأى حتى يوم كاش ما عندك شي الله يعاوني يعاونك فهو فينا هي هذه الصداقة الجزائرية الصينية فيها هنا هي أحصرها هذا شي غير كذوب الأصديقة كنظرني لحاول نقناع تكم كيف علاش الجزائر هده يامات مزيّر الشغل باش تدو فيز ما يخرش لها وكاد تكدب وكاد تقول للشعب ديالها باللي أنها بغيت نحارب تهريب ونحارب المارشينوار وارك شي ما من نواله هي كجاميع كتحاول بأي ممكن تدير كيفاش ما تخرش الدوفيز ديالها لديك خمسين مليار ما تدوبش دغيا لا أصديقاء إلى اللقاء فرصة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر